اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه تفاصيل اتمام نادي الرجاء الرياضي لصفقة ضم موهوب من الفتح الرباطي استدعت اللجنة الاخلاقية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من عبداليلال ابراهيمي الناتق الرسمي باسم الراجاء الرياضي وزكريا الهبطي لعب الجيش الملكي وعلمات المصادر النجنة الاخلاقية استدعت طرفين الموثول امامها بعد شنان الذي جمعهما خلال مواجهة الرجاء والجيش الملكي حيث من المرثقب ان يواجه عقوبة ثقيلة ودخل الطرفان في اخذ والرد وتبادل للشتائم لحظة مغادرة زكريا الهبطي الارضية الملعب على اتر تلقيه البطاقة الحمراء قبل ان تظهر اللقطات الموثوقة بسق الناتق الرسمي للراجاء على اللحب وحسمت تعادل مواجهة الرجاء الرياضي امام ضيفه الجيش الملكي بهدفين لمتلهما في المباراة التي اجمعتهما على ارضية الملعب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء لحساب الجولة الثانية من البطولة الاحشرافية انوية اعلن نادي ريال بيتيس بشكل رسمي تعاقده مع النجم المغربي عبد السمد زازولي غادما من برشلونة في فترة الانتقال الصيفية الحالية النادي الاندلوسي لم يذكر قيمة صفقة عبر موقع الرسمي ولكن وسائل اعلام مخشري فأكدش انها تصعر وحما بين 7-7.5 مليون يورو وعبر رامون اركون المدير رياضي لريال بيتيس عن سعادته بالتوقيع للدول المغربي عبد السمد زازولي مؤكدا ان انضم هذا الاخير لم يكن سهلا بالنظر الى وضعية النادي المالية وقال اركون بعد التوقيع الزازولي بعد رحيل بول اوكوكو الى اولمبيك ليون لم يكن يملك النادي الاموال الكافي للجهز الزازولي وعندما تحدثنا اليه كانت لديه اهتمام مثيرا للاعجاب بريال بيتيس وتابع قائلا لقد كانت لديه عروض اخرى لكنه ارد اللاعب لبيتيس بحثا بعدها عن وضعية اتفاق مع برشلونة وما على ليكا ايضا عن كيفية تسجيل اللاعب ورحبت زماهير نادي ريال بيتيس باستقطاب النجم المغربي عبد السمد زازولي الوافد الجديد على فريقهم متمنين له التوفيق واحراز المزيد من الانجازات رفقة فريقهم عبر العداء المغربي صفي البقالي عن صعاداته الكبيرة بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لالعاب القوى بوضابيس 2023 مؤكدا انه لم يحسم موقفه النهائي بتاء المشاركة في نهائي الدول الماسي بالولايات المتحدة وقال البقالي في تصريح صحافية انا صعيد جدا باهداء بلد ميدالية الذهبية الثانية على الثواري في بطولة العالم من يعرفني يعلم ان هذا الانجاز لم يكن بالسهل فذلك يأتي كثمار لسنوات من الاشتغال وتابع قائلنا تمكنت من اختتام المنافسات الدول الماسي في الصين بنجاح وانا اليوم اعود الارض للوطن وانا صعيد بتوصلي بلسالة ملكية في باب الطائرة لذا اوجه الشكر للملك محمد السادس مرة اخرى على دعمها ويذكر ان صفيا البقالي قد فاز قبل اسبوعين بالميدالية الذهبية الثانية ثواليا في سباق 3000 ميلر موانع في بطولة العالم لالعب القوى بودابست بات الدول المغربي اشرف بن شرقي لعب نادي الجزيرة الاماراتي السابق قابق وصين او ادنى من الاندمام الى نادي الدول القطرية من بوابة فاريخ الريانة واوضحت شبكات الكأس ان اللعب المغربي اقترب من التوقيف كشوفات فاريخ قطري دون الكشف عن اسم النادي الا ان العادل من التقارير تشير الى الريانة وانا كان اشرف بن شرقي قد غادر صفوف النادي الجزيرة الاماراتي بعد نهاية الموسم الماضي بعقد فزخ العقد بالتراضي بينهما وارتبط اسم اشرف بن شرقي بالعودة الى الدول المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد رحيله عن صفوف الجزيرة الاماراتي لكن المطالبه مادية حالة دون ذلك ويدكر ان الدول المغربي سوفيان بوفال يعد اللاعب للريانة وكان قد انتقل الى الفريق القطري في محلة الانتقالات الشاشوية الماضية امن انه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 اشهر بعد اصابته بقطع كامل على مستوى ثوتر للعضل الخلفية اليمنى حصلت ادارة نادي الرجال الرياضي صباح يومه الاثنين على توقيع فتح الرياضي على عقد اندمام لاعبه مهدي موهوب الى الفريق الاخضر ليصبح ساريا المفحول بشكل رسمي ثلاث مواسم واكدت المصادر توصلت ادارة الفريق الرابطي بمبلغ الصفقة كاملنا صباح يومه وهو ما قبلته بتوقيع العقد لثلاث مواسم لانتقال موهوب الى الرجال الرياضي ويتم تقديمه لجماهير عبرها صفحة النادي الاخضار واكدت المصادر نفسها في تصريحات سابقة للجريدة ان التفاصيل صفقة تتضمن حصول فتح الرياضي على 300 مليون سنتيم من الرجاء الرياضي مقابل تصريح اللعب موهوب مع الاستفادة من 25 من قيمة انتقاله الى اي فريق اخر ويتضمن الاتفاق مجموعة من منح التي سيقدمها الرجاء الرياضي لفتح الرياضي متعلقة بمشاركة اللعب في العادة من المباريات ومساهمته في تحقيق الالقاب واشرت المصادر الى ان موقف موهوب الذي رفض كل من العروض التي توصل بها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتمسكه بعض الرجاء الرياضي ساهم في توصل اطراف لتلاته الى اتفاق نهائي في انتظار التوقيع الرسمي خلال الساعة القائلة المقبلة شكرا على حسن المشاهدة لا تسروا اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اخبار المغربية شكرا على حسن المشاهدة